الرئيس السيسي يؤكد أن الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة ستصهم في تأمين البيانات والاتصالات رئيس الحكومة اللبنانية يباشر عمله رغم المرسوم الذي وقعه عون باستقالة الحكومة روسيا تطلق أكثر من خمسين صاروخ كروز في هجوم مكثف جديد على منشآت الطاقة في أوكرانيا الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينيتش نشط إخباريات مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلام العام المتطورة وفي كلمته على هامش افتتاح مركز التحكم الرئيسي للشبكة والقمر الاصطناعي طيبة واحد قال الرئيس السيسي إن تأمين البيانات عملية معقدة مشيرا إلى أن حجم هذا التأمين تصل نسبته بعد إنشاء هذه الشبكة إلى 100% لما بنتكلم على تأمين بيانات وتأمين اتصال نحن بنتكلم هنا على حاجات فنية يعني مش عارف أقول يعني دكتور مصافي بقولي معقدة أنا عايز أقوله هي مش بس معقدة بس هي حجم التأمين اللي فيها قد يصل لنسب عالية جدا مش عايز أقول 100% عشان ما بقاش بكلم ولا يا بكر تمام يا فندي يعني الكلام اللي معمول فيه كلام مش حتال خالص في الموضوع دوت لكن هو الهدف منه أن احنا الاتصالات والبيانات المتدولة على هذه المنظومة تبقى يعني يصعب إن ما كانش يستحيل التدخل فيها أو إعاقتها وقال الرئيس السيسي إنه سيتم إنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ والسلام العامة في كل محافظات الجمهورية وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة كانت بمثابة حلم تحقق للمساهمة في تأمين البيانات والاتصالات أشكركم جميعاً كل السام في هذا مشروع دكتور مصطفى وكل الوزرات المعنية بهذا الأمر وده كان حلم نبيه من سنين طويلة فاتت والحمد لله ربنا وفقنا وخلصناها تقريباً وأنا بس أريد أن أقول لكم على حاجة في كل المشروعات التي ذلك يمكن كتير من اللي بيسمعوننا بيشوفون يمكن ما يكونوش متصورين إيه اللي ممكن تقدموا المنظومة دي للدولة المصرية واللالأداء والجودة الحياة والحوكمة البيانات وسلامة الإجراءات وكلام من هذا القبيل ويمكن دي بكم محتاج مننا أننا في الإعلامية نشرح أكتر ونفهم ناس أكتر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مركز تحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلام العام المتطورة بالمقطة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلام العام المتطورة يعد إنجازاً تاريخية ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودووين المحافظات بالدولة بما يضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق خدمة القمر الصناعي المصري للاتصالات طيبة واحد من أحد مراكز الإدارة والتحكم من خلال تقنية الفيديو كونفرنس وأكد الرئيس السيسي أنه للمرة الأولى يكون لمصر قمر اصطناعي خاص بها للاتصالات جاء ذلك على هامش افتتاحي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقاطم ترجمة نانسي قنقر وقد وفان مراسل التلفزيون المصري محمود جميل بهذه الرسالة من مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أهلاً وصهلاً بحضراتكم أرحب بكم خطوة هامة نحو التحول الرقمي ويعني توجه الدولة لتحويل مصر الرقمية وأيضاً خطوة هامة لتعزيز السلامة والأمن للمواطنين بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المركز مركز التحكم الرئيسي للشركة الوطنية للسلامة والطوارئ هذا المركز الهام الذي يقدم كل خدمات السلامة والأمان وأيضاً خدمات الرعاية الصحية والخاصة بكل القطاعات الموجودة في الدولة من خلال المركز التحكم الرئيسي الذي نتواجد به الآن يعني دعونا نتحدث بشكل تفصيلي عن هذا المركز من خلال لقاء بيئة المهندس خالد عبد الهادي رئيس قسم تخطيط وتصميم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مهندس خالد يعني برحب حضرتك طبعاً وببارك لحضرتك على افتتاح هذا المركز لو تضعنا وتضع المشاهدين في صورة أقرب ما هو هذا المركز وما الهدف من إنشاؤه؟ هو المركز مركز تحكم الشبكة الوطنية هو جزء من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ليه عبارة عن شبكة اتصالات وانشئة جديدة بتوجهات السيد الرئيسي السيد الجمهورية إن الشبكة دي بتقدم خدمات الاتصالات الحديثة على أحدث تقنيات التكنولوجيا الجيل الرابع والخامس الهدف من الشبكة زي ما حقاك قلت هي إن احنا نقدم خدمة المواطنين بشكل مباشر غير مباشر الخدمة دي بتنعكس على حياة المواطنين في حالة الطوارئ والأزمات حال حدوث تقدر الله أي حالة طوارئ أو أزمات هيبقى فيه رقم واحد الرقم ده المواطن هيتصل بيه الشكوى بتاعته متتبعة رجد هو تصل الساعة كام اشتكى الساعة كام أي إن كانت شكويته لها علاقة لقدر الله حدث على طريق أو حريق حريق الشكوى بتوجه بتوجه للعناصر المختصة العناصر المختصة بتبقى قادرة إن هي تشوف المواقع العناصر بتاعتها على الأرض وبتوجه أقرب عنصر للمواطن اللي بيشتكي سواء لو المواطن ده في حدث على طريق بتشوف أقرب عربية إسعاف موجودة أقرب دورية نجدة بتحركها فالمواطن بيبتيتي بتنعكس عليه الخدمة بطريقة غير مباشرة بحيث إن هو زمن الاستجابة بيبقى سريع العنصر بيوصلوا بأقصى سرعة بالإضافة إن الشبكة بتوفر خدمات في أماكن ما كانش موجود فيها أي بنية تحتية للإتصالات قبل كده نجحنا إن إحنا نخش في الأماكن دي وننشئ البنية التحتية وبالتالي ساعتها المواطن هيحس بالمفارق الكبير اللي حصل قبل كده إن ما هو كان بيشتكي وكان إن فيه تأخير بيحصل في الوصول أو إن الرقم مشغول على طول الكلام ده إن شاء الله مش يبقى موجود بعد كده باش مهندس يمكن إحنا كمان المركز هنا بيتيح التواصل مع كافة القطاعات والوزرات زي ما طبعا يعني تابعنا ورصدنا وزارة النقل الهيئة العامة للرعاية الصحية وزارة الداخلية إزاي فاندب يتم الربط ما بين كل هذه القطاعات وإزاي حضراتكم كمان يعني بتتحكبوا من خلال الشاشات دي في الوصول لكل الخدمات أو لكل الأزمات الموجودة في مختلف المناطر طبعا هو زي ما حقا قلت كده المركز هنا هو مربوط مع جميع المراكز الخاصة بالوزرات جميع المراكز الخاصة بالمحافظات من خلال الشبكة بنقدر باستخدام الزكاء الاصطناعي بنقدر نتابع جودة الخدمة وأداء الشبكة والخدمات اللي بتقدم للعناصر دي على مدار الساعة المركز هنا شغال 24 ساعة في اليوم من خلال عناصر أطكم بتبدل مع بعضها طول النهار وطول الليل شغالين بنتبن جودة وكفاءة الخدمة اللي بتقدم للعناصر شوانس يعني لو نقترب أكثر للصورة على الشاشة إزاي حضراتكم بتتعاملوا من خلال الخريطة الموجودة أو من خلال المواقع اللي موجودة فبالتالي بيتم رصد بعض الخدمات الموجودة في المناطق المختلفة لو تشرح لنا من خلال هذه الخريطة هنا دي عبارة عن خريطة تفاعلية بتبقي لنا التوزيع الجغرافي للأبراج الاتصالات اللي بتوفر الخدمات زي ما حاك شايف احنا فيه أماكن ما كانش فيها اي خدمات اتصالات قبل كده نجاحنا ان احنا ننشأ فيها الخدمات دي وننشئ البنية التحتية دي فيه خرايط تانية طبعا غير دي فيها تفاصيل اكتر من كتير من الكلام ده بيبان عليها عناصر خاصة بكل جهة منوطة وزارة الداخلية بتقدر تشوف عناصرها الاسعاف بتقدر تشوف عربياتها على خرايب دي مجرد خريطة رئيسية بتبين الشكل الجغرافي والتوزيع الكغرافي من التوزيع المواقع الخاصة بالشرك مش واندس يعني هل المركز بدأ عمله فيه بعض المحافظات الموجودة؟ بالفعل احنا فعلا نفزنا حوالي خمس محافظات وان شاء الله هيبان الشغل الحقيقي في مؤتمر في القنبة في المناخ محافظة جنوب سيناء مندينة شرم الشيخ انشأنا فيها المركز والمركز حاليا بيعمل وكل الخدمات هتطبق فعلا داخل مدينة شرم الشيخ في مؤتمر المناخ وانعتبر ده تطبيق عملي للشبكة هيبان في مؤتمر ملاخ ان شاء الله بشكر حضرك شكرا جزيلا لمهندس خالد عبدالهادي رئيس قسم التخطيط والتصميم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بشكر حضرك شكرا جزيلا يعني كما طبعنا مشاهدين الكرام الخدمات التي يقدمها هذا المركز لتعزيز الامن والسلامة للمواطنين من خلال الشاشات ونظام المراقبة الموجود في اغلب المحافظات لالتعامل مع كل الازمات ومعالجتها في الوقت العاجل من خلال جرف التحكم الموجودة شكرا لحضراتكم والعودة الان الى الاستوديو اشتركوا في القناة تبدل الدولة جهودا كبيرة للانطلاق نحو تحاول الرقمي من خلال ميكانة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات افضل ولتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين يعد مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مكونا مهما لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات ولربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية ولتلقي البلاغات بانواعها المختلفة من المواطنين بما يواكب احدث النظم المتبعة عالميا في هذا الاتعار مرحلة جديدة من التحول الرقمي بانشاء مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تلك المنظمة التي تعمل على تقديم خدمات حل الأزمات والطوارئ والإغاثة والتعامل مع بلاغات المواطنين في أسرع وقت من خلال نظام اتصالات يعمل على التنسيق والتواصل بين جهات الدولة المختلفة في المحافظات لمجابهة هذه الأزمات للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية المرافق الحيوية في حال حدوث أي طوارئ بها الشبكة الوطنية وفرت فيها بنية تحتها للتصالات من خلال عدد 2187 موقع أنشأناهم لصالح عشان يقدموا الخدمة من خلال الفرق الفنية والأطقم الفنية الخاصة بالشبكة الموقع دي طبعا احنا موزعانها جغرافيا على الجمهورية بالكامل عشان توفر خدمات للتصالات وده تم توزيع ده تم طبعا تبقى للكسافة السكانية والطباعة الجغرافية لكل منطقة وباستخدام أحدث برامج تكنولوجيا للتصالات اللي بنقدر نعمل بالها تخطيط للشبكات وبالتالي الكلام ده كله هنعكس على المواطن سواء لقدر الله المواطن اللي بيحصلوا حدثة على الطريق بتوصلوا عربية الإسعاف في الوقت الصح توصلوا لقوات الوزارة الداخلية توصلوا في الوقت المزبوط مركز المحافظة دايما بيبقى فيه ممثلي جميع الجهات المعنية بالدولة سواء كمنجدة أو كهرباء أو إسعاف أو بطرول وأيا كان نوع الخدمة موجودين في قاعدة بيانات قدامهم في تواصل كامل ما بينه المركز وما بين عناصر وأطقوم المدنية على الأرض لو حصل أي طلب لخدمة عامة بيتوجه الطقم ولوه زمن استجابة عشان نقدر نوصل بها للمقاييس العالمية من خلال المركز الإقليمي بيتم عمل محاضر تنسيق بين محافظة سماعليا وإقليم القناة وسيناء من خلال المحاضر دي بيتم إتاحة نسبة دعم بتوصل لـ 25% من إمكانيات كل محافظة وقت الأزمة فبقدر أننا لو في أزمة في أي محافظة أقدم لهم إيه الدعم ده سواء سيارات إسعاف، إطفاق، مستشفيات، معدات أيا كي المركز أتاح للمواطنين والعاملين في مرافق الدولة المختلفة سهولة التواصل مع ممثلي هذه المرافق من خلال بعض التطبيقات التي قدمها معرض الحلول والتطبيقات بالمركز كنماذج وضحت استطاعة قطاع النقل في تمكين أطقم التشغيل بالقطارات من التواصل مع غرفة التحكم المركزي في التشغيل أو الصيانة أو حالة الطوارئ وبالمثل في قطاع الكهرباء الذي أتح للمواطني سهولة التعرف على بعض الخدمات المقدمة وحل مشكلاته من خلال التنسيق والتواصل عبر نظام اتصالات مستقلة بهذا المركز وربطه بمراكز السيطرة بالمحافظات أي مشكلة أو في أوقات الصيانة هو بيتواصل مع غرفة التحكم المركزي وبيقدر بقى يتقوموا بقى التوجيهات للمختصين سواء أن هم هيتواصلوا مع جهة خارجية في الدولة أو هيتواصلوا فيما بينهم يعني عشان يقوموا بالخدمة سواء أنها بتخدم مشروعات وزارة النقل زي مشروع المونوريل أو يقدم خدمة أمنية مطلوبة يعني إحنا بنتعاون مع الشبكة الوطنية في مشروع العددات الزكية إحنا من خلال الشبكة الوطنية بنقدر نبعث بيانات العددات الزكية من خلال شرايح الاتصال المؤمنة التابعة للشبكة الوطنية على شركات التوزيع ومنها البرنامج إدارة بيانات العددات اللي هو موجود في المقر الرئيسي البرنامج ده وظفته إدارة بيانات العددات خلال الموقع الرسمي أو الموبايل أبليكيشن المواطن يقدر يتابع استهلاك ولحظياً ويدفع الفواتير الخاصة به من خلال قنوات الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات ده شن عدد 23 غرفة عمليات مركزية وفرعية يبدأ أن المركز ده متخاص قرامة في العاصمة الإدارية بالهيئة ومرونا بمحافظات المنظومة برسعيد والأقصر والإسبعالية وجنوب سيناء استقبلنا منذ التجهيم عدد 186.445 حالة طوارئ منذ إبريل 2021 وحتى تريف منظومة السلامة والطوارئ العامة تعد أحد أكبر المنظومات من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا وتوفر تطبيقات لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة للجهات الحكومية بشكل مؤمن من خلال شبكة اتصالات حديثة ومؤمنة بها أحدث تكنولوجيا الاتصالات تختثم اليوم فعالية الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في دورته الأولى والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية يستهدف الملتقى ترحى أفاق النهود بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتقار من خلال بيئة المحفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشرقات المتبادلة احنا المنتج المصري الوحيد اللي بنافس أي منتج أجنبي موجودين عند أكبر لقلاء للأدوات الصحية والسيراميكة في جمهورية مصر العربية كلها احنا المنافس الأول لأي منتج أجنبي بندي ضمامة الحياة على جسم الخلاط 80% تصنيع محلي 20% مستورد وبنحاول نخليها 100% جميع انتاج الشركة نتاج أبحاثها وتصميم المهندسين بتاعها فكل المنتجات اللي شايفينها فيها فكر مختلف عاملين كشاف جديد عشان حياة كريمة احنا قايلين ان ده هديتنا لحياة كريمة حياة كريمة مش معنتها ان احنا نحط الكشاف شوارع اعتيادي لا حياة كريمة هنحط كشاف شوارع بالسعر اللي هي اعتيادي ولكن يوفر لي 60% من استهلاك الكشاف العادي نهاردة احنا اخذنا شارة خضرة من رأس الدولة بالمضي في المشاريع القومية وهو وسيادته قال اشتغلوا وأنا في ظهركوا انطلقت فعاليات تدريب المصري الأردني المشترك العقبة سبعة والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية في مصر وتستمر فعالياته حتى التاسع من شهر نوفمبر المقبل بما يدين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومصرح عمليات البحر الأحمر يشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية حيث تضمنت المرحلة الأولى من التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية ولتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين يعتبر التدريب العقبة سبعة من أهم التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية والذي يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنصيق والتنفيذ في التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع العبء عن كاهل الشباب ننظمت المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني حفلة زفاف جماعي لمائة واثنين الشباب والفتاة بمحافظات النطاق المسئولية تضمن الحفل تقديم عدد من الفكرات الغنائية والفنية ومشاركة الموسيقات العسكرية بعدد من العروض وأعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدني والمساهمة في تخفيف العبء عن الشباب المقبل على الزواج وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسة العليا بروتوكولا تعاون مع جامعة جنوب الوادي وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية بين الطرفين جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الأنشطة البحثية ولتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة يهدف البرتوكول إلى دعم أواصر تعاون البناء ولتبادل الخبرات العلمية والتعليمية خاصة في الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المستقبلية وذلك من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بين الطرفين فضلا عن تبادل الزيارات والتعاون في مجالات البحث العلمي والمعرفة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 559 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 212 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 94 طن كما تم ضبط قرابة 108 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وتم ضبط أيضا 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 725 قضيات من بينها 144 قضية خبز ناقص الوزن و125 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وتم ضبط 26 قضية بمضبطات بلغت قرابة 200 و13 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تواصل تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جولات الحوار الوطني وتلتقي بقيادة وطلاب جامعة طنطة حيث عقد وفد التنسقية لقاء تحت عنوان مسيرة العمل المناخي من استوكولم إلى شارم الشيخ وذلك في إطار الجلسات النقاشية التي تعقدها التنسقية استعدادا للحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت مؤسسة حياة كريمة سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة لكافة فئات المواطنين في قرى الريف المصرية يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستجابة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة المحافظات مع مختلف أطياف المجتمع وبدأت سلسلة الحوارات بمحافظة البحيرة وتم إجراء حوار مجتمعي داخل مركز الدلينجات وفتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات للمواطنين ليتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني أعربت مصر عن خالص التعازي وعن عميق الموساه لدولة الهند الصديقة ودوي الضحايا جراء انهيار جسر غرب الهند بولاية كجارعة وأثفر عن عشرات القتلى والجرحة وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها حكومة وشعبا وعلى وقوفها مع حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحدث الأليم تنطلق غدا بالجزائر القمة العربية الحادية وثلاثون برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حيث من المقرر أن تستمر لمدة يومين وتضمن جدول أعمال وزراء الخارجية العرب على مدى اليومين الماضيين تضمن عددا من مشاريع القرارات إلى القمة من بينها القضية الفلسطينية كما تضمنت مشاريع القرارات عددا من البنود تحت عنوان العمل العربي المشترك استأنف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عمله بمقر الحكومة بالعاصمة بيروت وذلك باجتماع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون بحثا خلال بحثا عن التطورات في البلاد جاء ذلك غدا تمرسوم وقعه الرئيس اللبناني مشيل عون بقابول استقالة حكومة نجيب ميقاتي والتي تقدمت بها في شهر مايو الماضي التزاما بنص الدستور الذي يفرض على الحكومة تقديم استقالتها فور بدء ولاية مجلس النواب الجديد وجرت الأعراف السياسية والدستورية على أن يتم توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة بالتزامن مع توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة إلا أن الرئيس عون وقع المرسوم قبل تشكيل حكومة في محاولة لمنع انتقال صلاحياته كرئيس للبلاد إلى حكومة ميقاتي دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أعضاء المجلس إلى عقد جلسة عامة بعد غد الخميس لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون والتي وجهها أمس للمجلس النيابي ودعا عون في رسالته لمجلس النواب دعا مجلس النواب إلى الإصراع بصورة عاجلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تشكيل حكومة جديدة مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ هذه الإجراءات فورا ودون أي إبطاء في ظل الظروف الخطيرة وفي جديد الأزمة الأوكرانية أكدت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت أكثر من 50 صاروخ كروز في هجوم مكثف جديد على منشآت الطاقة في أوكرانيا وقال سلاح الجو الأوكراني أن الصواريخ أطلقت بواسطة طائرات من شمال بحر قزوين ومنطقة روستوف الروسية أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو دوتيريش مسعيه الدائمة لاستمرار أنشطة مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في أعقاب تعليق روسيا مشاركتها بالمبادرة وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة تواصل الأمانة العامة بتعاون الوثيقة مع مركز التنسيق المشترك لإشراك جميع الممثلين لتقديم خيارات بشأن الخطوات التالية فيما يتعلق بعمليات مركز التنسيق المشترك وفقا للأهداف والأحكام المنصوص عليها في المبادرة أعلن وزير البنية التحتية الأوكرانية أليكساندر كوبراكوف أن 12 سفينة تحركت من موانئ أوكرانية بموج بمبادرة الحبوب من البحر الأسود يأتي ذلك بعد إعلان الأمم المتحدة أن فرقا تابعة لها استأنفت تتفتيش السفن بمودي بالاتفاق وقالت الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق على خطة لتحرك 16 سفينة منها 12 تقرب من موانئ أوكرانية وأربع سفن تدخل إليها قال منصق الأمم المتحدة لاتفاق صادرات الحبوب في البحر الأسود إن سفن الشحن المدنية لا يمكن أن تكون أهدافا عسكرية أو أن تحتجز قرهنا وأضاف منصق الأمم المتحدة أن الغذاء يجب أن يتدفق بموجب الاتفاق الذي علقت روسيا مشاركتها فيه في مطلع الأسبوع بعد هجوم على أسطولها في البحر الأسود وأثارت هذه الخطوة غضب أوكرانيا وحلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حذر الكريملين من أنه سيكون من الخطير والصعب الاستمرار في تنفيذ الاتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية بدون موسكو وذلك في الوقت الذي تواصل فيه السفن مغادرة أوكرانيا وحول إمكانية الاستمرار بتنفيذ الاتفاق بدون روسيا قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال إنه في ظل الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق يصعب تطبيق مثل هذا الاتفاق قال وزير الزراع الفرنسي إن بلاده تسعى إلى إتاحة طرق برية لمرور الصادرات الغذائية من أوكرانيا كبديل لطريق البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من اتفاق بشأن الصادرات وأضاف وزير الزراع الفرنسي أن باريس تتطلع إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان استخدام طرق برية بديلة عن البحر الأسود وذلك من خلال دراسة الطرق البرية عبر رومانيا وبولاندا وزير الزراع الفرنسي قفزت العقود الآجلة للقمح بعدما أعلنت روسيا عن تعليق مشاركتها في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود وهي الصفقة التي اعتبرت ضرورية لتخفيف أزمة الإمدادات العالمية والسيطرة على تكاليف الغذاء العالمية وارتفعت أسعار القمح بنسبة تصل إلى 7.7% كما زادت أسعار الضرى بنسبة 2.8% وزيت فولسوية بنسبة 3% وذلك بحسب وكالة بلومبرغ وسيؤدي قرار روسي إلى قطع صادرات الحبوب الأوكرانية من موانيها الحيوية على البحر الأسود في انتكاسة قد تؤدي إلى زيادة تضخم الغذاء العالمي وتفاقم الجوع إذا استمر ارتفاع الأسعار قفز معدل تضخم في منطقة اليورو مرة أخرى هذا الشهر ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا مع تساع ضغوط الأسعار على المستهلكين ارتفع التضخم في 19 دولة في منطقة اليورو إلى 10.7% في أكتوبر من 9.9% في الشهر السابق وفقا لبيانات من جهاز الإحصاء الأوروبي يورستات ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في الأشهر الثلاثة الماضية واسترتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية في برلين أظهرت بيانات أن متوسط فطورة الغاز المنزلي في ألمانيا زادت بنسبة 173% عن العام الماضي برغم انخفاض الاستهلاق وقالت بوابة أسعار الطاقة الألمانية إن متوسط سعر الغاز في أكتوبر لأسرة تستهلك 20 ألف كيلو وات بالساعة بلغ 3726 يورو مقارنة بنحو 1356 يورو قبل عام لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أتنا الدكتور عبدالطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف البريطانية أهلا بك معنا دكتور يعني التضخم يزداد يوما عن يوم في الدول الأوروبية إلى أين ستصل الأمور هناك بالرغم من التشابكات الكثيرة والمعقدة في الاتحاد الأوروبي فإذا لم يتم إيجاد حل المشكلة الأوكرانية فالاتحاد الأوروبي سيصل سعر الدولار اليورو بمعدل تقريبا 50 سنت من الدولار رغم أنه قبل الأزمة الأوكرانية كان اليورو يساوي تقريبا دولار و40 سنت وهذا يعني معدلات تضخم عالية جدا في ألمانيا وهي دورة الاقتصاد الأوروبي تصل نسبة التضخم إلى 14% الفواتير المنزلية ليست في ألمانيا كما أسلفتم في تقريركم إنما هو ينطوي على كل الدول الأوروبية حتى اليونان لا تأخذ غاز كميات كبيرة من روسيا وتأخذها من مصادر أخرى فأيضا ارتفعت معدلات التضخم بهذا المعدل وأكثر فأيضا عملية القلق التي خلقتها قضية القمح الآن أيضا في موضوع روسيا بعد اعتداء على السفينة أو البوارج الروسية والأسطول لروسيا الآن أيضا معدلات التضخم ستزيد لأنه أيضا سترتفع أسعار كما هي ارتفعت من قبل أسعار الكوميديتز أو الاستلع الرئيسية الاستهلاكية فبالتالي هذا سيؤدي إلى حالة من الاضطرابات والانتخابات المبكرة في منطقة الاتحاد الأوروبي نعم أعلم أن كل الدول الأوروبية يمكن أن نقيس مدى تأثرها بالأزمة الاقتصادية على حدى إلا أن كل دولة لها ظروفها ولها خصوصيتها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية على ذلك إلى أي مدى يمكن أن نقول أن الأزمة الاقتصادية يمكن أن تحل أو تقترب إلى الحل بالرغم من هذه التباينات من وجهة نظرك أولا لحل هذه الأزمة إذا كنا نقول كما يدعي بعض السياسيين الأوروبيين أنه يمكن حلها بإيجاد مصادر جديدة للغاز أولا أو الطاقة أو السلع أعتقد هذه أيضا مجرد أحلام لأنها أيضا عملية لا توجد بنية تحتية في الاتحاد الأوروبي وخاصة التي تعتمد على وصول الغاز لها أو البترول الأنبيب من روسيا لا يوجد بنية تحتية لاستقبال الغاز في الموانئ في هذه الدول على سبيل مثال ألماني بحاجة إلى سنوات وهنغاريا وتشيك وبالتالي لا يمكن تحقيق حل هذه الأزمة بمدامة الأزمة مستمرة وأيضا في حالة الحصول على الغاز أو القمح أو البترول في المناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي أيضا خذلت الاتحاد الأوروبية ولم تزوده لا بالطاقة ولا بالقمح أيضا يضاف إلها أسعار النقل فتصبح الأسعار خيالية وحالة قلق في السوق خلقت أيضا اتفاع في الأسعار السلع وأسعار الطاقة فبالتالي الخزينة الأوروبية ستعاني من عملية عجز كبيرة لأنه أيضا ستقوم بعملية اطباعة للعملة وهذا أيضا سيزيد من عمليات التضخم لتغطية احتياجاتها فبالتالي العملية المازمة مدمت الأزمة الأوكرانية الروسية مستمرة فأعتقد أن الأزمة الأوروبية ستستفحل خاصة في فترة الشتاء نعم وصلت فكرة دكتور عبدالعطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمة أشكرك شكرا جزيلا توقع صندوق النقد الدولي أن تلقي الأوضاع العالمية بذلالها على الأفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحيث يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمنطقة إلى 3.6% في عام 2023 بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط فإن ارتفاع أسعار الخام وقوة نمو إجمالية الناتج المحلية غير النفطي يعودا تأثير ارتفاع أسعار الغذاء هذا ويقدر الصندوق أن تموا اقتصادات الدول النفطية بنسبة 5.2% هذا العام قالت شركة البريد الملكي في بريطانيا أن أكبر نقابة عملية في قطاع البريد وهي نقابة عمال الاتصالات ألغت خططها لتنظيم إدراب في بريطانيا في الأسبوعين المقبلين تخوض الشركة البريد الملكي صراعا منذ شهور مع نقابة عمال الاتصالات بسبب الأجور حيث قالت الشركة أنها تخسر مليون جنيه سرليني يوميا بسبب الإدراب وقالت الشركة هذا الشهر أنها قد تستغني عما يصل إلى عشرة ألاف موظف وحضرت من تسريح المزيد إذا استمرت الإدرابات المزمعة وفي كرواتيا يترقب المواطنون التحول من العملة المحلية يكون إلى اليورو في الأول من يناير المقبل بعد أن سجلت البلاد معدل تضخم بلغ 13% في شهر سبتمبر ويعتبر محللون أن الدول الأوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي التي لديها عملة من خارب منطقة اليورو كانت أكثر عرضة لارتفاع تضخم في وقت يتصاعد فيه التضخم في أوروبا وتهز رياح جيوسياسية التكتل تأمل كرواتيا أن يجلب تحولها إلى اليورو بعض مظاهر الحماية في عالم تسوده حالة من عدم اليقين في الأول من يناير المقبل ستودع كرواتيا عملتها كونة لتصبح العضو العشرين في منطقة اليورو وذلك بعد أن انضمت للاتحاد الأوروبي منذ نحو عقد وفيما سجلت كرواتيا معدل تضخم سنوي بلغ قرابة 13% في سبتمبر لم تنفك السلطات عن التحدث عن مزايا اعتماد اليورو للبلاد البالغ عدد سكانها ثلاثة وتسعة من عشر مليون نسمة ومنذ يوليو شرع البنك المركزي الأوروبي في سياسة تشدد النقدي فيما يحاول كبح جماح التضخم المتسارع الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الذي سببته الأزمة الروسية الأوكرانية ويرى محللون أن دول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي التي لديها عملات من خارج منطقة اليورو مثل بولندا والمغر كانت أكثر عرضة لارتفاع التضخم وكانت مجموعات معارضة يمينية ومحافظة احتجت على اعتماد العملة الجديدة قائلة إن الكوناة تمثل رمزا مهما للهوية الوطنية مشيرة إلى أن اليورو يفيد فقط دولا أكبر مثل ألمانيا وفرنسا لكن محاولة أجرية العام الماضي لتنظيم السفتاء على مستوى البلاد للطعن في اعتماد اليورو باءت بالفشل انخفض انتاج المصانع اليابانية في سبتمبر لأول مرة منذ أربعة أشهر مع تدرر شركات التصنيع بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والطباطئ الاقتصادي العالمي أدى أكبر انخفاض في انتاج قطاع السيارات منذ ثمانية أشهر والذي بلغ 12.4% أدى إلى انخفاض المؤشر العام كما ترجع أيضا الانتاج في قطاعي الكيمويات وآلات الانتاج أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لولا داسيلفا في خطاب النصر أن بلاده تحتاج إلى السلام والوحدة وشدد داسيلفا على أنه ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة مشيرا إلى أن البرازيل عادت وأنها مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ في أعقاب حملة انتخابية قسمت البلاد وشهدت استقطابا شديدا عاد لويس إيناسيو لولا داسيلفا رسميا لرئاسة البرازيل بعد فوزه على الرئيس المنتهت ولايته جاير بولسينيرو في جولة الإعادة بالانتخابات ووفقا للنتائج الرسمية انتخب الرئيس اليساري الأسبق الذي حكم البرازيل بين عامي 2003 و2010 بفوزه بفارق ضئيل على منافسه اليميني بنسبة خمثين وثلاثة وثمانين من مئة في المئة مقابل تسعة وأربعين وسبعة عشر من مئة في المئة وفي خطاب النصر قال الرئيس البرازيلي المنتخب لولا داسيلفا إن بلاده تحتاج إلى السلام والوحدة وشدد داسيلفا على أنه ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة مشيرا إلى أن البرازيل عادت وأنها مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ وكان لولا أيقونة اليسار البالغ من العمر سبعة وسبعين عاما قد نفذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد 2018 إلى 2019 قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله ومثل التصويت رفضا للشعبوية اليمينية لبولسنيرو الذي خرج من المقاعد الخلفية للكونجرس لتشكيل اتلاف محافظ جديدة لكنه فقد الدعم بعد أن سجلت البرازيل واحدة من أسوأ حصيلة وفيات بسبب جائحة كورونا وخلال حملته الانتخابية تعهد لولا بالعودة إلى النمو الاتصادي الذي تقوده الدولة والسياسات الاجتماعية التي ساعدت في انتشال الملايين من براثن الفقر عندما حكم البرازيل كما وعد الرئيس البرازيلي المنتخب بمكافحة تدمير غابات الأمازون الذي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما وكذلك بذل الجهد في محادثات المناخ العالمية بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية أحد أكبر تدريبات الجوية العسكرية المشتركة وقالت القوات الجوية الأمريكية أن التدريبات ستستمر حتى يوم الجمعة وستضم نحو 240 طائرة حربية من الجانبين في أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بين واشنطن وصول أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هجمات وهمية نفذتها مئات الطائرات الحربية من الجانبين بحسب القوات الجوية الأمريكية فإن التدريبات ستستمر حتى الرابع من نوفمبر وستضم نحو 240 طائرة حربية تنفذ نحو 1600 طلعة جوية وأشارت إلى أن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق على الجانب الآخر أدانت بيونج يانج التدريبات المشتركة باعتبارها تدريبا على الهجوم عليها وإثباتا لما وصفته بالسياسات العدائية من قبل واشنطن وسول واحتجاجا على هذه التدريبات أطلقت كوريا الشمالية سواريخ وأغرى التدريبات جوية وأطلقت قذائف المدفعية في البحر كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيرين في أحدث عملية إطلاق صاروخية تجريها بيونج يانج وفي وقت حذر السول من أن يمهد ذلك لتجربة نووية أخرى أما واشنطن وحلفاؤها فيعتبرون مثل هذا التدريب ضروري لمواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية التي نفذت عددا قياسيا من عمليات إطلاق الصواريخ هذا العام وأجرت استعدادات لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017 نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة توعوية بالتعاون مع كلية الهندسة بجماعة القاهرة لحس الطلاب على التطوع والتعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة شهدت الندوة تعريف الطلاب بالجهود التنموية المبدولة على الأرض كما جاءت الندوة بالتزام مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهرية في محافظات الجمهورية كافة مع مختلف الفئات انطلقت بقرية داندارا أولى جلسات الحوار المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة بمراكز المرحلة الثانية بمحافظة قنة تضمنت الجلسة تقديم نبذة عن مبادرة حياة كريمة وما تم من مشروعات خلال المرحلة الأولى ثم تم الاستماع إلى احتياجات الأهالي والإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة حول المشروعات التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة وقام منصق ومتطوع المؤسسة بتسجيل كافة الاحتياجات وتلقت العديد من طلبات الحالات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية تم تنظيم قافلة طبية بمركز الفرفراء قرية أبو منقار وقرية عثمان بن عفان بمحافظة الوادي الجديد جاءت القافلة بالتعاون المشترك بين جامعة الوادي الجديد ومؤسسة حياة كريمة وضمت القافلة 12 خصصا طبيا مختلفا وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها في تغيير واقع وتطوير الريف في محافظة الدقاهلية لتكون نقطة تحول في شكل الريف المصري ليحوله إلى أماكن جاذبة للسكان وتشهد كرة مركز شربين بالدقاهلية أعمالا مكثفة تسير على قدم وساق لتطوير 26 قرية بالمركز كما يجري التنصيق التام من قبل جميع الأجهزة التنفيذية وقطعات المرافق لإزالة كافة المعوقات وللانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المرافق وجميع المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وتم تغيير أعمدة الإنارة بالكامل تغيير محاولات الكهرباء ودعم القرية بتلات محاولات أخرين ميجا بالإضافة أنه طبعا اهتمنا بالجانب الإنساني من قوافل طبية ومساعدات وتجهيز عرايس بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة تم تجديد مبنين مركز شباب الضهرية وتنجيل ملعب خماسي بالإضافة لمركز طبي متطور يتبع هيئة التأمين الصحي الشامل تم تنفيذه على مساحة 2500 متر بالإضافة طبعا لخطوط الصرف الصحي والبيارة كل المشاكل اللي كانت الكارية بتعاني منها تم تفاداة خالص وتم تجديدها بصفة عامة الحمد لله الإنجازات اللي تعملت ما كناش نحلم بها من غاز لكهرباء لصرف صحي لمية لتلفونات لجميع الخدمات صحية لخدمات عامة والحمد لله بنوجه شكرنا لهم مرة تانية وتالتة ولولا ربنا سمنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كناش نشوف العجل دي في تاريخ حياتنا طبعا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الأرض والتي لم تحدث على مر التاريخ المصري إلا في العصر القديم ولا في العصر الحديث أن يأتي رئيسه يهتم بالكرة المصرية التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية خالد عباس وذلك لمتابعة جهود الانتقال الحكومي إلى مقار الوزراء بالعاصمة الإدارية وكذل موقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفقا لمنظومة متكاملة مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في هذا المشروع العملاق وفقا لأعلى مستوى من الكفاءة والجودة مع مراعاة توفير مختلف الخدمات من أجل تيسير الانتقال الحكومي إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحي الحكومي أعلنت الحكومة بدء الإفراج عن مستلزمات الانتاج الموجودة في الجمارك بدءا من الغد حتى يجري الإفراج عنها جميعا بنهاية الأسبوع الجاري تهدف تلك الخطوة إلى تمكين المصانع المتوقفة من العودة إلى العمل فضلا عن إتاحة السلع في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا إلى عنوينها الرئيس السيسي يؤكد أن الشبكة الوطنية لخدمة الطوارئ والسلامة ستسهم في تأمين البيانات والاتصالات رئيس الحكومة اللبنانية يباشر وعمله رغم المرسوم الذي وقعه عون باستقالة الحكومة روسيا تطلق أكثر من خمسين صاروخ كروزا في هجوم مكثف جديد على منشآت الطاقة في أوكرانيا انتهت نشرة الثالثة في أمان الله اشتركوا في القناة